ايه قصة الخناءات اللي حصلت في جنازة الفنانة الرحلة دلال عبدالعزيز صدق او لا تصدق مع الصحف احمد الجدي ويلا بينا اول خناءة كان بطالها رامي ردوان جوز دنيا سامير غانم خد موبايل من احد المصورين ورماه في الارض وكان عاوز يكسره خالص والسبب ان المصور عاوز يصور الجثمان وهو داخل القبر طبعا كلام مرفوق جدا وما يصحش من المصور دي ظروف ما ينفعش فيها تصوير الخناءة التانية كانت بطالتها الفنانة ضر لما معجب اصر ان هو يتصور معها فعنفته وهجمته قد له وده وقته وزوجها هداها ورجعت للجنازة تاني وكانت منهارة جدا لانها هم بتحب الفنانة الرحلة دلال عبدالعزيز ثالث خناءة كان بطالها الفنان احمد زاهر لما اخد كاميرا مصور صحفي ورماها عشان بيصوره وهو بناته وهم رايحين الجنازة وقال له انت بتصور ايه وتقريبا مش كاميرا عادية لا ده كاميرا موبايل ايفون وطبعا الصحفي عمل شكوى فاحمد زاهر وبعض الزملاء ردوا وقالوا ان الموضوع بسيط وهيتحل لو عاوزين تعرفوا الوصية الاخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز ولو عاوزين كمان تعرفوا فنانات ما حضروش العزة رغم الصلة الصداقة الكبيرة بينهم وبين الفنانة الرحلة انتظروني واكتبوا لي في الكومنتات